20 حالة من أعلى إلى أسفل 87 حالة من الأمام إلى الخلف يعني في 29 قطلوا من أعلى إلى أسفل وفي 87 قطلوا من الأمام للخلف 87 وفي 89 من الخلف إلى الأمام وفيه 145 حالة من اليمين لليسار وفيه عندي 95 حالة من اليسار لليمين ايه ايه ده يدلل على ايه ولأ وضيف بقى ان فيه 82 حالة عندها اكثر من اصابة اه 82 حالة الاصابة فيه اتجاهات مختلفة يعني ممكن تكون جات له رصاصة من اليمين ورصاصة من اليسار رصاصة من الامام رصاصة من الخلف بالضبط كده فده يديك دلال يديك ايه الانطباعة اللي يجي عند السياب تاكنها هل ده جهة واحدة اللي كانت تطلق النار لا انا هنا امام اكثر من جهة تطلق الرصاص بالضبط يبقى اه لما يجي تقرير يقول انا بقى احمل الشرطة وحدها قتل اه الناس اللي موجودين في ربعة يبقى غير منصف مش كده ولا ايه ام انا عند 82 حالة نموذجة فيه اصابات من يعني مش ممكن الشرطة حتصيبه من الامام ومن الخلف او من اليمين واليسار في نزال في نفس الوقت يعني مش ممكن في نفس الوقت واحد حيصاب من جهة واحدة من وراء وقدام ومن اليمين لليسار او العكس مش ممكن لازم يبقى فيه طرفين بيضربه يعني حتى هنا ده يدلل على انه الاخوان المسلحون داخل الاعتصام ما يهموش انه رصاصه يصيب زميله في الاعتصام ولا لا هو يطلق الرصاص وخلاص يعني اه اللي احنا وصلنا له انه فيه ناس ماتت نتيجة اطلاق النار عليها من الطرفين بقى فيه تبادل اطلاق نار الناس دي وقت ماتت اه وهنا مجرد انه فيه تبادل يعني مشروع للسلطة ان تحمل السلاح وتدافع اذا ما اطلق عليها السلاح صحيح اذا ما اطلق عليها الرصاص هنا ما فيش تكافؤ في المراكز القانونية لان انت عندك ناس بتخرق القانون وناس بتنفذ القانون انا عنده قبل ما حدرتك تكمل كمان عشان بس جات لنا المشاة تزابط اللي ساب السلاح بتاعه ساب السلاح اه فوق السيارة وقال لهم يلا عشان ما يحسوش انه انه شايل سلاح فممكن يخافوا يعني اه ساب السلاح بتاعه على العربية اه بيحطوا على العربية بيوريهم السلاح اه ويضع السلاح على السيارة الزرقاء عشان يؤكد انه اه يعني خرجوا سالمين بالزبط نكمل حضاك اذا الاصابات من اتجاهات مختلفة ده من اتجاهات مختلفة يبقى ما ينفعش احمل جهة واحدة مسئولية هزي الاصابات او القتل ما ينفعش بالمنطق كده التقارير اللي كلها اللي كانت بتصدر قبل كده كانت تقولك نحمل الشرطة مسئولية قتل الناس في ربع اي اما كان عددهم اه هو عاوز يحمله اي قتل في ربع اي اما كان عددهم لكن من الانصاف لا مش هي الوحدة اللي كانت بتضرب نار وهي كانت في حالة دفاع عن النفس وهي اللي سلطة انفاذ القانون فما فيش تكافؤ من الناحية القانونية ولا يمكن انك تقول ما هم شايلين سلاحك من حق اشل سلاحك لا طبعا لا طبعا طبعا دي من الحقائق المهمة اللي ربما لم يلتفت اليها الكثيرون يعني كان في تحليلات كثيرة لاعتصام ربعة هندخل بقى في المشهد ده بتاع الرصاصة التي اطلقت شوف حضرتك هتلاحظ ده يبقى واحد بينشن تكون ان الرصاصة تيجي هنا كده والزابط داخل لحظة او اقل من لحظة شوف الرصاصة ده واحد محترف محترف اه يعني شوف ينشن على حد يعني حتى الجنود بطلعوا للمدرعة والزباط وهو مصمم يستهدفه بدقة فين وبدقة شديدة يعني دي كمان اعتقد من المشاهد اللي ما شوفناش نعود بقى نعود تاني للي هو الـ 82 حالة دي للدلالة على انه كان يتم اطلاق الرصاص من اكثر يعني احنا كنا امام خندقين يتبدلان اطلاق الرصاص طيب اشتركوا في القناة